في الوقت الذي كانت تسعى فيه روسيا لتطوير علاقاتها مع الجارة أوكرانيا لأهميتها الكبيرة لموسكو كانت كييف تسعى لتعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية والانضمام لحلف الناتو وهو الأمر الذي تسبب في اندلاع حرب بين البلدين المزيد في العرض التالي مع زميلة دينا الشرف مرحبا بكم روسيا وأوكرانيا أزمة ليست وليدة اللحظة أو مستحدثة إنما تعود لجذور تاريخية ومتأصلة خاصة من فترة التسعينيات فبينما ترى روسيا في أوكرانيا امتدادا تاريخيا وجغرافيا لها تسعى أوكرانيا لتوطيب علاقاتها بالدول الأوروبية والولايات المتحدة تقارب كان يشكل إزعاجا لموسكو التي وجدت في ذلك خطورة على أمنها واقتصادها وزادها توطر الحديث عن رغبة كييف الانضمام لحلف النيتو والاتحاد الأوروبية حلم أوكرانيا الانضمام لحلف النيتو جاء لتوفير مضلة حماية غربية من جارتها الروسية خاصة بعد زيادة التوترات بينهما على خلفية خطوات روسية اعتبرتها كييف ممارسات توسعية تنالو من سيادتها ولعل أبرز تلك الخطوات عندما أعلنت روسيا بشكل مفاجئ من أسد في مضيق كريتش باتجاه جزيرة كوسا التوسلا الأوكرانية في عام 2003 والذي اعتبرته كييف إعادة لترسيم الحدود بين البلدين ورغم محاولات عديدة وتدخلات من ألمانيا وفرنسا لم تنجح أوكرانيا في الانضمام للنيتو تجنبا لإشعال الأزمات كما علقت كييف مخططها في هذا الشأن إبان فترة حكم فيكتوريانو كوفيتش والذي فضل اتباع سياسة عدم الانحياز لكنها استعادت عن ذلك باتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي وهما دفع روسيا لتضييق الخنق عليها اقتصاديا وازداد التوتر مع انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014 ليعود الحلم الأوكراني للانضمام للنيتو من جديد والذي قابله رفض روسي قاطع طوال السنوات الماضية حتى شهر ديسمبر من العام الماضي حيث بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوجيه رسائل للولايات المتحدة بالشكل علني ألا تسمح بانضمام أوكرانيا إلى النيتو أو تطلقى مساعدات عسكرية مطالبا بضمانات أمنية في هذا الشأن فالرفض الروسي عنوانه عدم التوسع حلف النيتو شرقا والمساس بأمن روسيا وحدودها واقتصادها خاصة أن الحلف توسع بعد عام 1999 بضم العديد من الدول بداية من بولاندا وتشيك والمجر وصولا لكرواتيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية كما ترى موسكو بحسب المحللين أن الوقت قطحان لتغيير النظام العالمي القائم والعودة لحدود ما قبل عام 1997 مع إمكانية تشكيل اتحاد فدرالي أو كونفدرالي يضم بلاروسيا وأوكرانيا هذا وترى موسكو أيضا أن انضمام أوكرانيا سيفتح الباب أمام خطوة مماثلة لجورجيا والعكس صحيحة وبذلك تكون روسيا قد فقدت نظريا السيطرة على جميع حدودها أما حلف النيتو فلم يصدر قرارا نهائيا بشأن انضمام أوكرانيا رغم طلبات روسيا المتكررة بضمانات تمنع ذلك مكتفيا بعبارات عامة تؤكد أن باب النيتو مفتوح لا يتي دولة ينطبق عليها الشروط وبالحديث عن تلك الشروط تشير الأوضاع الحالية في أوكرانيا إلى تعذر انضمامها لحلف النيتو في ظل العملية العسكرية الروسية حيث تقضي الشروط بمنع انضمام دولة على أرضها قوات أجنبية كما تمنع شهود أي دولة في حالة حرب أو بها اضطراب من الانضمام للحلف ليبقى الوضع على ما هو عليه لحين إشعار آخر